موسيقى مساء الخير وأهلا بكم إلى خلف الجدار تكريس يهودية الدولة في قوانين أساس مثل خطوة خطيرة يعارضها كثيرون إنما يدفع باتجاهها بن يمين نتنياهو ومجموعة اليمين المتطرف سنعرض في هذه الحلقة لتداعيتها من وجهة النظر الإسرائيلية ونسأل عن وقعها لدى فلسطيني الداخل أيضا كما نتطرق إلى موقف إسرائيل من تأجيل المحادثات النووية مع إيران ونعرض أيضا للعنصريات الإسرائيلية التي تأخذ أشكال مختلفة أخيرها في الفن هذه إذن أبرز مواضيع خلف الجدار لهذه الحلقة والآن نبدأ مع أبرز الأخبار في البانوراما اعتدى مستوطنون على منزل في قرية خربة فلاح بالقرب من رامالله في الضفة الغربية وكتبوا شعارات معادية للفلسطينيين في الموقع من جهة أخرى اعتقل الشباك حمزة سامي ساريم جامسة في مطار بن جوريون بعد عودته من سوريا وانضمامه هناك إلى داعش سياسيا أعلن وزير الأمن الإسرائيلي مشاي علون أن وزير الدفاع الأمريكي المستقيل شاك هيجل هو صديق حقي لإسرائيل وأن مساهمته للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية وللعلاقات الثنائية كانت كبيرة ومهمة جدا أما عسكريا فأجرى سلاح البحر الإسرائيلي هذا الأسبوع مناورة تحاكي حربا في الساحة البحرية ضد حزب الله وأعلن أن الجيش الإسرائيلي يقدر أنه في مواجهة مقبلة من المتوقع أن يحاول الحزب فرض حصار بحري على إسرائيل عبر مهاجمة سفن تجارية متوجهة منه إلى الموانئ الإسرائيلية وضرب حقول الغاز وبلهجة التهكمية نفل حاخام العسكري الرئيس في الجيش الإسرائيلي رافي بيراتس أي أهمية دينية للمسجد الأقصى في الإسلام واتهم المسلمين بجهل ما ورد في القرآن الكريم قائلا أن اليهود يعرفون القرآن أفضل مما يعرفه كثير من المسلمين متسائلا عما يفعله المسلمون في الحرم القدسي الذي يديرون له ظهورهم أثناء الصلاة بحسب تعبيره هذه أبرز الأخبار التي اخترناها في بداية حلقة الليلة من خلف الجدار الآن نذهب لمناقشة مواضيعنا لهذا الأسبوع ترجمة نانسي قنقر إذن بعد إقرار مشروع قانون يعتبر إسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي أعلن بن يمينة تنياهو أنه سيتجه إلى دعم التعديل لقانون أساس يتيح تنحية عضو كنيسة من منصبه إذا أعرب عن تأييده للكفاحة المسلح ضد إسرائيل في ظل تقديم مشاريع قوانين أخرى أيضا تحرم الفلسطينيين من حقوقهم نناقش هذا الموضوع الآن مع دكتور عباس إسماعيل المتخصص في الشأن الإسرائيلي أهلا بك دكتور عباس وكالعادة في بداية كل المحور قبل أن نناقش هذه الإشكالية نذهب إلى تقرير من التلفزيون الإسرائيلي جدا لأوم شعور سערה פוליטית גדולה לא יובה להצבעה כם תוכנן ביום רביעי رאש הממשלה מחליט לדחות את ההצבעה בשבוע מה שלא אומר שהמחלוקת הגדולה בתוך הקואליציה התקרבה לאיזשהו פתרון האם שבוע דחייה יצליח להוריד את הצדדים מהעץ ולמנוע את הפירוק של הקואליציה כתבנו הפוליטי, עמית סגל למשך רבע שעה תמימה נראה היה שממשלת ישראל עולה סוף סוף על דרך המלך הליכוד נאתר לבקשת בנט, שקד וליברמן והסכים לדחות בשבוע את ההצבעה התאונה על חוק הלאום ואז התברר שגם השבוע הזה יוקדש למריבות עם כל הכבוד לדחייה בהצבעה הסיפור המרכזי הוא עדיין הדחייה ההדדית בין ראשי הקואליציה שאי אפשר להסתיר אם ירצה נתניהו יוכל להכין בתוך שבוע הצעת חוק לאומי שלו לזכות לתמיכת כל חברי הקואליציה ולהעביר אותה ברוב גדול העניין הוא שכרגע ראש הממשלה מתעקש להריץ דווקא את החוק מרחיק הלכת יותר של אלקין וברקע גם המסע ומתן התקוע על התקציב הנתק המוחלט על מעם אפס וריח הבחירות והנה עוד הוכחה לבחירות המתקרבות במקום מצבעות על תוך הלילה כרגיל בימי שני הכנסת ננעלת הערב בשעת ערב מוקדמת הסיבה חתונת ביטו של גרשון מסיקה ראש המועצה האזורית שומרון ופוקד מרכזי בליכוד ואתם יודעים היטב מה זה אומר כשכל שיעת השלטון מתכבצת באולם אירועים אחד להגיד ما زالته التقرير تقريبا كله يتحدث عن مسألة الانتخابات لأن على ما يبدو اقرار هذا القانون إذا ما تم في الكنيسة وأقرته الحكومة سيخلق الكثير من المشاكل داخل أعضاء الاتلاف الحكومي ولكن قبل أن نتحدث عن تداعياتي على المستوى الحكومي وهل سيكون هناك انتخابات مبكرة في إسرائيل لابد أن نتوقف عند هذا القانون ما حجت بن يمين نتنياهو دكتور عباس لتقديم قانون يعارضه أغلب ربما الأطراف السياسية عدى طبعا المتطرفين يعني هي وصارت فكرة القانون الأساس أو الاعتراف بإسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي سواء من خلال الصيغة التي ستقدم بها بن يمين نتنياهو أو الصيغتان التي تم التصويت عليهما في الحكومة والمطروحتان الآن في الكنيسة أصار علامات استفهام كثيرة وقوية نظرا لعدة اعتبارات الاعتبار الأول هو أنه إذا كان المقصود هو تعريف إسرائيل كدولة يهودية فهذا التعريف موجود أساسا منذ عشرات السنين في قرار التقسيم الذي صدر في 29-26 سنة سبعة وعام 1947 والذي صادف غدا ذكره سنوية ذكره بأن إسرائيل دولة يهودية وثيقة الاستقلال صدرت في العام 1948 ذكر فيها أن إسرائيل دولة يهودية قوانين أساس صدرت في التسعينيات قانون قرامة الإنسان وحريته وأيضا حرية العمل وهي قوانين أساس ذكر فيها نأثير دولة يهودية وديمقراطية وعد بالفورة في عدة مواقف صدرت أيضا حتى عن رؤساء أمريكيين العالم كله يعترف بأن هذه دولة يهودية ودولة الشعب اليهودي لماذا تكريس هذا الأمر؟ لماذا كل هذا الموضوع وتدعياته؟ هناك اعتقاد بأن الموضوع له علاقة باعتبارات سياسية داخلية بالدرجة الأولى بمعنى أن بنيمين نتنياهو نشعر بأن هذا القانون من شأنه أن يخدمه إذا أراد أن يذهب نحو انتخابات داخلية ويخود الانتخابات على أساس القانون يدغن مشاعر اليمين الإسرائيلي وخاصة أن كل الأجواء تصير بأن هناك مقدمات لحصول انتخابات مبكرة إذن بنيمين نتنياهو في هذا القانون الذي طرحه والذي هو بالمناسبة لا يختلف كثيرا عن ما ورده في وثيقة الاستقرال وهو صيغة مخففة عن قانونين الذين تتقدموا بما زائف الكين وأيالة شكيد يختلف عنهما ويحاول أن يحافظ بعض الشيء أو يخفف من حدث القانونين السابقين لكن هذا الموضوع طرح الكثير من علامات الاستفهام خاصة وأنه ما لاحظنا بأن القسم الأكبر من الشخصيات اليمينية الرئيسية التي كانت في اليمين الإسرائيلي في الليكود تعرض هذا القانون في بنت موافق عليه إذا أنت حدث عن اليمين الصهيوني المتطرف ولكن مثلا من هذه الشخصيات الرئيس الإسرائيلي رأى أفين رفلان أكبر المعارضين له وهو يكودي كبير من أبرز الشخصيات اليكودية والمفارقة أنه إذا أخذنا اليمين الإسرائيلي التقليدي الذي كان يضم الليكود شخصيات رئيسية مثل داني ماريدور ميخايل إيتان بني بيغين لمور ليفنات رأوفين ريفلين موشي آرينس هؤلاء كلهم شخصيات لها وزنها في الليكود والآن بعضها لا يذهب لماذا يعارضونه مع أنه نتنيانو حاول جاهدا أن يقدم كل الحجاج لكي يقبل به اليمنيون قبل اليسار البعض يعتقد مثل داني ماريدور بأن الليكود تحول من حركة قومية لبرالية إلى حركة قومية يمنية فاشية وداني ماريدور معروف شخصية مرموقة جدا في الليكود البعض يعتقد مثل رأوفين ريفلين بأن السعي نحو إقرار قانون يهودية الدولة بالصيغة المطروحة هو نوع من الإقرار بفشل المشروع الصهيوني كله بأنه بمعنى عادة الدولة تحاول أن تصن قوانين لكي تحمي الأقليات لم يسبق أن هناك جماعة تشكل هي أكثرية في دولة ما تحاول أن تصن قانون لتحمي نفسها من الأقلية من تخوف من تغيير ديموغرافي إسرائيل أن يأتي التغيير على حساب تقديرات تشير لأن هناك تغييرات ديموغرافية من سأنها من المدى المنظور أن تمث بالتواثن الديموغرافي ولكن أن تلجأ الأكثرية إلى سن قانون يحميها من الأقلية هذا اعتبر نوع من احتزاس الثقة بالذات اعتراف بفشل تأكيد ما هو مؤكد اعتراف المشروع الفلسطيوني ولكن هناك من يذهب أعمق من ذلك ويرى أن الموضوع ليس بهذه فقط بهذا التبسيط إنما الموضوع له علاقة بما هي الدولة بمعنى أن هناك من يريد أن يعتبر أن يهودية الدولة هي الأساس وأن الديمقراطية هي مجرد نظام للحكم ولكنها ليست جوهر ليست جوهر الدولة قال رأوذين ريفلل أن بهذا القانون أصبحت اليهودية أهم من الديمقراطية وهو كذلك لأنه الذي يحصل أحيانا إذا صار هناك تعارض في القوانين العودة إلى قانون الأساس إذا تم الإقرار بأن اليهودية هي جوهر هذه الدولة بمعنى أن أي قانون يجب أن يخضع أولا لمقياس اليهودية ولسا لمقياس الديمقراطية وبالتالي تصبح المسائل الأخرى التي لها علاقة سواء بالمسائل التي لها علاقة بالدين والدولة أو بحقوق الإنسان أو حتى بحقوق الأقليات والمقصود هنا فلسطيني 48 كل هذه المسائل يصبح المعيار الرئيسي فيها هو المعيار اليهودي أي تناقض ما بين اليهودية وبينه الديمقراطية يكون الحكم فيه لليهودية وبالتالي هذا يعني أن إسرائيل في اعتقاد البعض سوف تخرج من دائرة الدول التي تعرف بأنها الديمقراطية ولكن الذين يعيدون هذا القانون يقولون بأن هذه المسألة ضرورية لإعادة التوازن إلى القوانين الأساس في إسرائيل والسبب أن بعض القوانين الأساس خلت بهذا التوازن لصالح حقوق الإنسان وللصالح الديمقراطية على حساب اليهودية لذلك يرون بأن هذا القانون قد يعيد هذا التوازن في كل أحوال نحن سنشاهد الآن على الشاشة الثلاثة سياغ التي مر بها هذا القانون الأساس ليهودية الدولة لأنه زائف ألكين قدم قانون أيضا شكيد وليفين قدم قانون والصيغة الأخيرة قدمها نتنياه ويستطيع المشاهدون أن يشاهدوا هذا قانون زائف ألكين هو الصيغة الأكثر تطرفا لأنها تشبهه نعم هو أيضا يميني متطرف وأن كان هو من الليكوت لأن هذه الصيغة تعطي أن الطابع اليهودي هو الأساس هو أغلب على الديمقراطية تطالب إلغاء اللغة العربية أيضا كلغة رسمية القانون التي تقدم به زائف ألكين وأيال شكيد هو أقل حدة من قانون زائف ألكين ولكنه يصب في نفس المسار بين يمين نتنياهو تقدم بالقانون الأكثر قبولا ربما ولكن هذا القانون يستهدف بداية الفلسطينيين العرب يعني الفلسطيني الداخل والمهاجرين الأجانب يعني لا يمكن أن ننسى أيضا هذه الفئة التي ستتأثر بهذا القانون هو بالأساس الفئة التي الأكثر تأثرة أنه فلسطيني 48 باعتبارهم هم أصحاب الأرض هم أهل الأرض منها المهاجرون الأجانب هم مهاجرون يعني ليسوا بمكانة بمكانة أصحاب الأرض هذه كل القوانين المطروحة أفضلها في أفضل أحوال يتحدث عن مراعاة القوانين على المستوى الشخصي لكل من هم في إسرائيل ولكن السؤال الذي يطرح هو أينها الحقوق الجماعية فلسطيني 48 هم إذا أردنا غير أنهم أصحاب الأرض وهم الأساس والأخير حتى إذا أردنا أن نأخذ بالمنطق الإسرائيلي بالنظام الإسرائيلي هم أقلية ليست أقلية عاديهم أقلية قومية وهم أقلية أصلانية بمعنى أنها يحق لهم لديهم حقوق جماعية يجب أن يحصلوا عليها من تقرير المصير إلى الحكم الذاتي إلى كل الحقوق الجماعية حفظ اللغة العربية التي هي حق نعم هذه جذب من الحقوق ولكن هذا القانون سيتبعه إقرار لقوانين أخرى أبرزها فيما يتعلق بمسألة الكنيسة فيما يتعلق أيضا بالنواب في الكنيسة و بدأنا زائر في الستوديو في الواقع ولكن في كل الأحوال على رغم أن الزائر خفيف سنتابع الحوار أو غير خفيف بالأحرى حتى هذه القوانين دكتور عباس تمس في حق الشعب الفلسطيني داخل أرضه خصوصا أساسا هناك 18 قانون عنصري في إسرائيل يعني الآن ستزداد بشكل كبير ما أبرز هذه القوانين المدرجة الآن على جدول الإقرار ربما إذا صح التعبير لإدراجها على جدول أعمال الكنيسة وهل ستقر فعلا يعني كل طبعا في الزلت هذه التركيبة الأكثر عنصرية إضافة للقانون القومية هو قانون حنين الزعبي الذي أطلق حمل اسمها والذي ينص على أن كل عضو كناسة يؤيد الكفاح المصلح ضد إسرائيل يقال من الكنيسة أو يسمي ما يسمونهم قتل الفلسطينيين شهداء أيضا يقال من الكنيسة وهذه صابقة بمعنى أن يأتي عضو كناسة ويعبر عن رأي أو يعطي موقف رغم أنه يفترض أن يحظى بالحصانة وبالحرية وإلى مونالك هذا قانون المقصود منه فلسطيني 48 هناك قانون جديد أيضا ماري ريجف تحاول أن تدفعه قدما أيضا وينص على أنه يجب على عضو كناسة أن يقسم الولاء لإسرائيل دولة يهودية يعني تطلب من عضو كناسة من فلسطيني 48 في الكنيسة أن يكون الولاء للدولة اليهودية هناك القوانين التي تنص على أنه ممنوع الرباط في المجد الأقصى هناك قانون ينص على أنه سحب الإقامة من عائلات كل من يتورد يشارك في عمليات المقامة مجموعة من القوانين الهدف منها واحد هو التضييق أكثر فأكثر على فلسطيني 48 مزيد من العنصرية مزيد من القمع وحجة بن أمينة تنياهو التي قالها قدمها في مطالعاته في الكنيسة لا يحق له أن يستفيد من التقديمات الاجتماعية التي تقدمها الدولة هذا كان خطابه المعروف بأن القصاص يجب أن يكون ممن يرتكب الفعل بغض النظر أنه الذين ينفذون العمليات لا يستحقون القصاص ولكن الذين ينفذ عملية إذا كان يستشد في العملية هل سوف يستفيد من الحقوق العقاب يستأخذه عائلته هذا خارج كل المعايير الأخلاقية ممكن لمن ينفذ عملية أن تأتي وتقول له أنت سوف أحرمك من حقوق كذا وكذا ولكن بعد أن يستشهد تحرم عائلته تحرم أطفاله تحرم أهله وتدمر منزله هذا ليس له علاقة دكتور عباس في تداعيات هذا الأمر سنمر سريعا ندينا أيضا موضوع الإيراني يجب أن نتحدث عنه لأنه مهم وتم التطرق إليه كثيرا ومتابعة المحادثات النووية في فيينا بشكل كبير في إسرائيل تداعية هذا الأمر هل نحن فعلا الآن على أبواب انتخابات مبكرة لن يتم بالانتظار أعضاء اتلاف الحكومي لا يمكن أن يتعايشوا فيما بينهم حتى يائر لبيت قال أنا سأقف ضد هذا القانون هل هذا يعني تفجير الحكومة وذهب إلى انتخابات يعني يمكن القول أن النقاش في إسرائيل لم يعد يدور حوله هل هناك انتخابات مبكرة أم لا النقاش هو متى يؤخذ قرار الانتخابات المبكرة وما هي الزريعة التي سوف تكون السبب لتقديم موعد الانتخابات كل الأجواء في إسرائيل حتى هناك تقديرات الليلة تشير إلى أن الاثنين القادم هو قد يكون اليوم الفصل لموعد الانتخابات ابن أمين نتنياهو يجري على انتصالات مع الحاردين ينتظر ردهم على عرض تقدم به بأن يسمونه رئيسا الحكومة هم لديهم شروطهم يوم الأسنين هناك اجتماع للإتلاف الحكومي سوف نرى إذا كان سوف يتم الأربعاء الذهاب نحو الكنيسة للتصويت على قانون القومية المسألة ليست هذا القانون أو ذاك القانون الواضح أن هناك أزمة ثقة كبيرة جدا الجميع بات يقول أنه مستعد للانتخابات كل الأجواء تشير إلى أن هناك انتخابات وفقط أن قد تكون الانتخابات أقرب مما يتوقعه كثير من الكثيرون وعلى أبعد احتمالات سوف تبقى الحكومة حتى أزار موعد الموازنة هناك أسئلة أيضا هل ستتم تقديم موعد الانتخابات وحل الكنيسة قبل إقرار الموازنة أم بعده هناك مشاكل حتى على الموازنة نتنياهو بالأمس قال أنه غير موافق على ميزانية التي تقدمها يائير لبيد يمكن قول أن هناك خلاف هناك خلاف على كل شيء الانتخابات باتت تقريبا شبه مؤكدة في إسرائيل ما لم تحصل معجزة داخلية بين مكونات الإتلاف الحكومية سنتابع الآن في الموضوع التالي العالم كله هذا الأسبوع كان مشدودا باتجاه المحدثات النووية مع إيران كانت إسرائيل أيضا لا توفر جهدا لعرقلة أي احتمال اتفاق مرتقب وهذا معلوم ومعلن تعلن عنه بكل بساطة وصراح ومثل أيضا تمدיד المحدثات النووية بنسبة إليها أهوان الشرين كيف تبعت إسرائيل المحدثات النووية نعرف الآن ولكن نشاهد בדיית هذا التقرير גם בווינה שיחות הגרעין שהיום מורות לחתם הערב נדחות ליוני בשנה הבאת ההודעה להערכת השיחות עם איראן לא הפילה איש בעולם מהכיסא בתדהמה השאלה היחידה שנותרה פתוחה אחרי סוף השבוע הזה הייתה בכמה יוערכו השיחות תראי יש שתי נקודות שמדיגות את ישראל בשלב הזה מעבר לעובדה שהישראל לא הייתה רוצה הייתה רוצה כמובן שתהיה הפסקת ההשערה אבל הפסקת ההשערה לא תופסק ולכן ההמשך ההשערת האואניום זה הדבר האחד שמדיג את ישראל והדבר השני שהייתי אומר ואני שומר את זה כמעט מכל גורם שעוסק בעניין זה ההתנהלות האיראנים את יודעת שלוב החליטה להתפרק לוב של קדפי מהפרויקט הגרעיני שלה היא פתחה את כל הספרים והאיראנים עד לרגע זה וכנראה גם להבא ימשיכו ללכת עם כמה כלפים קרובים אל החזה עד לרגע זה הם אומרים היה להם פרויקט צבאי תגידו מה עשיתם הם לא מוכנים לומר תנו לבקר במתקן בפרצ'ין שם פיתחו הדקים גרעיניים הם לא נותנים להיכנס אם הם לא יעשו את זה בשבעה חודשים זה אומר שיש כאן מדינה צף גרעינית שממשיכה להסתיר ומחכה לרגע שבו יעשו הצנקטיות ואז הכל פתוח תראי קרי מדבר על זה שישראל תהיה הרבה יותר בטוחה והמזרח התיכון הרבה יותר בטוח וכדי להבין למה הוא מתכוון או למה הוא בעצם לא כל כך מתכוון הדברים שאומר הערב בפקד משמרות המהפכה האיראני שוב מדברים על חיסול ישראל בואי נשמע כן ההבנה בישראל שיכולת תשפעה על תהליכים מוגבלת אולי הקונגרס בשליטת הרפובליקנים ינסה לחסום משהו שלא יראה לו قبل أن نتحدث عن إيران اليوم تم تعيين أو القبول بقادي آيزنكوت الرئيس الجديد لهايئة الأركان أركان الجيش الإسرائيلي وهذا تطور مهم بالفعل مثال اليوم أعلن أن بنامينا تنياه ومشاي علون قررات تعيين قادي آيزنكوت رئيسا الـ 21 لأركان الجيش الإسرائيلي خلفا لبنيغانس الذي تنتهي ولايته في الشباط مفترض أن يتم تعيين ثبت مساء وبالتالي خلال جلسة الحكومة ويمكن إقرار هذا تعيين قادي آيزنكوت هو المناسبة ومغربي لديه خمسة أولاد أيضا قائدا المنطقة الشمالية معروف بعقيدة الضاحية في الموضوع الإيراني معروف عنه الموضوع الإيراني أنه أيضا بمدرسة جابي أشكنازي بينيغانس بمعنى أنه إذا كان هناك لابد من خيار عسكري ضد إيران فهو آخر خيار ممكن اللجوء إليه في موضوع إيران ارتاحت إسرائيل أن الاتفاق لم يوقع عليه وتم تمديد المحادثات إلى الصيف بالمفهوم الإسرائيلي أو المنطق إسرائيلي اعتبرت إسرائيل بأنها كانت أمام أهوان الشرين بمعنى أن تمديد المفاوضات كان أفضل من توصل للاتفاق لأنها كانت تعتبر أن أي اتفاق كان يمكن توصل إليه هو اتفاق سيء بهذا المعنى هي أبدأ ارتياحها لعدم التوصل إلى اتفاق ولكن هذا الارتياح لم يزل كل هواجسها وأيضا نقاط القلق من المشروع الإيراني أو من استمرار المفاوضات لعدة اعتبارات الاعتبار الأول هو الاعتقاد في إسرائيل هو كل رغبة كان إسرائيل أنه يجب تجريد إيران من كل العناصر والقدرات التي يمكن أن تجعلها دولة حافة أو على عتبة النووية لا تزال تخشى أنه خلال هذه الفترة تمديد المفاوضات يمكن لإيران أولا أن تواصل عملها بشكل سري وتطور برنامجها النووي وبالتالي تقصر الفترة من أجل بناء قومة النووية ممكن لإيران أيضا أن تطور أجهزة الطرق المركزية بحيث يمكن أن تسرع عمليات التخصيب ويمكن لإيران أيضا أن تواصل تطوير الصواريخ العبر القرات والاعتقاد في إسرائيل أن هذه العناصر الثلاث تجعل سريعا دكتور عباس تبقى ثلاث دقائق لأنه ما زال لا يسؤالين الأول هل إسرائيل اليوم أو التحليل في إسرائيل يعتقدون أنها قادرة أن تؤثر على عدم الاتفاق مع إيران بين الدول الكبرى هي مؤثرة في المحادثات في الأرواق أعتقاد في إسرائيل أن تأثيرها هامشيا ولذلك أبدت ارتياحها وهي نذكر في المرة القادمة عندما تم تمديد المفاوضات قالت هذا خطأ تاريخي الآن عندما تم تمديد المفاوضات رحبت إسرائيل يهمها أن تستمر العقوبات على إيران وأن تجرد إيران من قدراتها حتى الآن تأثيرها هي تعتقد أنه هامش هذا الأسبوع كان هناك أعلان إيراني واضح أنها سلمت صواريخ فاتح لحزب الله هذا التطور لا يمكن أن نفصله عما يحصل طبعا بين الإسرائيليين بين إسرائيل وإيران ماذا يعني أن تسلم إيران صواريخ فاتح لحزب الله بالمنظور الإسرائيلي بالمنظور الإسرائيلي يعني فشل معادلة عدم توصول أسلحة كاسرة للتوازن إلى حزب الله سقوط كل أهداف الاعتداءات التي تشنتها إسرائيل على أهداف داخل سوريا بزريعة أنها تمنع وصول أسلحة من هذا النوع إلى حزب الله ونذكر أن الإعلان التي كانت تحدث أن سحنات الأسلحة التي استهتفت في القصف الإسرائيلي والاعتداءات الإسرائيلية على سوريا هي من صواريخ فاتح والأخطر من ذلك بالنسبة لإسرائيل هو أن هذه الصواريخ تغير قواعد اللعبة أو تزيدها تعقيدا بالنسبة لإسرائيل لأن هذه الصواريخ تعتبر تطور سلبي جدا بالنسبة لإسرائيل يمكنها أن تطال أي نقطة في إسرائيل والأخطر من ذلك هو أن تطال بدقة هامش الدقة الإصابة قوي دقيق جدا وأيضا قدرة تدميرية قوية ومدى بعيد ولا يوجد حتى الآن منظومة قنبة الحديدية لا تستطيع مواجهة هذا النوع من الصواريخ ويمكن لحزب الله أن يطلق هذا الصواريخ من أي مكان من لبنان إذن هذا التطور يزيد تعقيدا وقمنا شاهدنا في الأخبار بأن الجيش تدرب أيضا على موضوع المعركة البحرية باعتقاد أن هناك فرد أيضا فرد حصار بحري يقوم به حزب الله على المواهد الإسرائيلية هذه لأول مرة تصل إلى هذه الفردية سمح سيد حسون صلى الله قد أعلنها صراحة منذ ثلاث سنوات تقريبا أنه بقدرة حزب الله أن يفرض حصارا بحريا على إسرائيل يصير تأخذ هذا الموضوع بمحمل الجد وهي تعرف بأن هذه القدرة موجودة لدى حزب الله لذلك يتجد المناورات حتى على إمكانية أن يكون لدى حزب الله صواريخ يخون إسرائيل تتعامل مع حزب الله بأن القدرات الصاروخية مع حزب الله كما تقول هي تقريبا من بين أول عشر دول في العالم من القدرات الصاروخية وبالتالي المزيد من القدرات الصاروخية التي تحدث عنها الجنرال الإيراني تزيد المواجهة تعقيدا على إسرائيل شكرا دكتور عباس مائل المختصف الشؤون الإسرائيل على كل هذه المعطيات التي قدمته لنا في المحور الأول من خلف الجدار مشاهدين نتوقف مع فاصل قصير نعود بعده لنتابع البرنامج ابقوا معنا مجددا أهلا بكم إلى خلف الجدار نتوقف الآن في هذا المحور عند المظاهر العنصرية المتزايدة في الشارع الإسرائيلي طبعا قلنا تحدثنا قليلا عنها في المحور الأول ولكن يبدو أننا متجهون إلى مرحلة ستكون أشد وطأ من قبل على الفلسطينيين الذين ما زالوا يعيشون داخل الخط الأخضر فتوجه اليمين المتطرف بدأ يتصاعد بقوة في الشارع والكنيسة والحكومة وهناك رزمة القوانين الجديدة التي تتجه الكنيسة إلى إقرارها بمعظمها موجهة ضد الفلسطينيين ورحب بدكتور باسل غطاس عضو الكنيسة الذي ينضم إلينا الآن من الناصرة أهلا بك وأنت طبعا نائب عن الحزب بالتجمع الوطني الديمقراطي سنتحدث معك عن هذه التطورات الخطيرة ولكن قبل ذلك سنشهد هذا التقرير لزميلتنا هنا محميد الحكومة الإسرائيلية صادقت مطلع الأسبوع على اقتراح قانون أساس القومية اليهودية الذي أثار جدلا واسعا باعتباره تغليبا للطابع القومي للدولة على طابعها الديمقراطي المزعوم ومن جهتهم يرى الفلسطينيون مواطن إسرائيل أنه يكرس العنصرية ضدهم لكونه يعرف رسميا الدولة كدولة للشعب اليهودي فحسب أخطر ما في هذا القانون بأنه يضع الأساس القانوني الدستوري تقريبا لمنع أي إمكانية لتحقيق أو حتى المطالبة بالمساواة المدنية في كافة الحقوق المدنية السياسية الاجتماعية الثقافية والاقتصادية بمعنى أنه يرسخ فكرة دونية المواطنة للإنسان الفلسطيني داخل إسرائيل ونتنياهو يريد أن يضع أساس قانوني يكون أساس لمطالباته لاحقا بكل موضوع اعتراف العالم بيهودية إسرائيل قانون القومية سيطرح للتصويت في الهيئة العامة للكنيست منضما إلى جملة قوانين عنصرية يسعى اليمين الإسرائيلي بزعامة الحكومة إلى تشريعها كقانون سحب الجنسية والإقامة ممن يقوم بحسب المفهوم الإسرائيلي بأعمال إرهابية وكقانون طرد نائب في الكنيست يدعم الكفاح المسلحة ضد إسرائيل الذي سمي بقانون زعبي نسبة للنائب حانين زعبي هذا القانون يمنع التضامن مع النضال الشرعي الفلسطيني وبالتالي هو يخنق حرية التعبير حرية العمل السياسي هو يخرق الفصل بين السلطات يحول الكنيست إلى محكمة إلى محكمة ميدانية يحول أعضاء الكنيست مثلي مثلهم إلى حكام يستطيعون ترضي لمجرد مواقف السياسية ولمجرد أن هذه المواقف لا تعجبهم سياسة التمييز العنصري ضد الفلسطينيين ليست بالجديدة لكنها في ظل حكومة نتنياه اليمينية المتطرفة التي تلاحقها أزمات ائتلافية عدة تأخذ طابعا فاشيا سيضرب الفلسطينيين أولا لكنه لن ينتهي بهم وحدهم دكتور باسر غطاس سأبدأ من المشهد العام قبل أن أتأسألك عن القوانين أنت تحديت في الكنيست بهذه الكوفية الفلسطينية هذا الأسبوع وكان هناك سخط كبير من اللباس حتى اللباس كان هناك انزعاج منه بداية لماذا ارتديت الكوفية في الكنيست؟ ما الذي تريد أن تقوله؟ ولماذا أنت ترتديها اليوم مجددا؟ يتمادون علينا وعلى حقنا بالوجود بقانون يهودية الدولة وبالتشدد العنصري في فرض يهودية الدولة ارتعيت بدأت الفكرة من الأسبوع قبل أسبوعين برد فعل الشباب العرب الفلسطيني بالداخل على مقتل الشاب خير الدين حمدان من كفركنة بأن ألاف الشباب ارتدوا الكوفية وذهبوا إلى المدارس وأنا تضامنت معهم ومع هذه الفكرة الخلاقة والمبدعة بالتمسك برموزنا وبتراثنا وبحضارتنا رد فعل مسالم وجميل من الشباب فلبستها خلال خطابي في البرلمان ولم أتوقع أن تثير ما أثارت من زوبعة لدى نواب اليمين الذين حتى مجرد لبس الكوفية اعتبروه استفزازا لهم وأعتبروه تحديا للكنيسة نفسها وصهيونية الدولة وبطبيعة الحال نحن نعم نتحدى يهودية الدولة مشروعنا كحزب كتجمع وطني ديمقراطي منذ أن تأسسها أننا نقبل المواطنة في الدولة التي قامت على أنقاض شعبنا وأنقاض وطننا فقط إذا كانت دولة لكل المواطنين وليس دولة لليهود فقط وفقط نقبل بها هذه المواطنة من خلال مصالحة تاريخية إذا جرت بين الشعبين تقوم بالتوفير العدل بالحد الأدنى وتقوم بأهم شيء تقوم بإصلاح الغبن التاريخي الذي لحق بشعبنا حينها نقبل بالمواطنة في دولة تكون لكل المواطنين لماذا بن يمين نتنياهو يطرح هذا القانون برأيك الآن ما الهدف؟ هل هو فعلا يستهدف الفلسطينيين بالدرجة الأولى؟ وهل برأيك الكنيسة ستمرر هذا القانون؟ يعني قانون يهودية الدولة والتوتر القائم بين تعريف الدولة لنفسها على أنها دولة اليهود أو دولة يهودية وبين طبيعتها الديمقراطية حسب الديمقراطية الشكلية الموجودة هذا تحدي وتوتر قائم ومحكمة العدل العليا حينها اضطرت أن تبحث في هذا التوتر كانت تلجأ إلى قانون يسمى قانون أساس حرية الإنسان وكرامته وكانت باستخدامها لهذا القانون واعتبارها إياه قانون دستوري توازن وتناور بين المفهومين الآن نتنياهو يريد بقانون أساس له نفس الدرجة من الأهمية أن يقول أن يهودية الدولة في أي توتر موجود بين الطبيعة الديمقراطية والتعريف اليهودي أن التعريف اليهودي يتغلب هو يريد أن يقيد محكمة العدل العليا ويقيد أي تفسير أو أي اجتهاد في هذا المجال بأن يهودية الدولة الطابع اليهودي هو الأهم وهو الأشد أهمية بالنسبة لوجود إسرائيل كوطن قومي لليهود كما يعتبرونه والآن اختيار التوقيت الآن أنا أعتقد أنه يجيء في سياقين السياق الدولي ولجوء إسرائيل في السنوات الأخيرة إلى مطلب لم يكن حقيقة قبل سنوات لا في اتفاقية أوسلو ولا في اتفاقيات السلام التي جرت مع مصر أو مع الأردن لم تطلب إسرائيل اعتراف العالم بها كدولة يهودية فالسياق الدولي وزيادة مطلب تعجيزي عمليا حتى أنه مطلب أولي لأي عملية استئناف للمفاوضات يطالب نتنياهو العرب بالاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية والسياق الداخلي المحلي أنه يعتقد أن الآن الوقت لربما موات له لكي يجلب هذا القانون ولديه يعتقد الأكثرية البرلمانية لسنه من أجل اعتبارات انتخابية حيث الجو العام في البلاد أننا نقترب من انتخابات قادمة خلال أشهر قليلة ويريد أن يغازي لليمين يريد أن يقول لليمين الإسرائيلي أنني أنا الرجل المناسب أنا قائد لهذا المعسكر اليميني حيث أنه يعتقد أن لديه من ينافسه الآن أو في السنوات القادمة على هذا الموقع دكتور غطاس هذا القانون سيتبعه قوانين أخرى طبعا بالنسبة لسؤالك حول هل تفضل أنا لا أعتقد أنه هناك عدة نصوص لاقتراح القانون هناك نصوص متشددة نعم التي أقرتها الحكومة والتي يبدو أن حزبين مركبين أساسيين من الائتلاف وما حزبي يشعتيد وحزب تسيبي ليبني هتنوها أعلنا يعني وعلى المال أنهم سيعارضان النص الذي أقر في الحكومة نتنياو يبدو أنه سيسعى إلى حل وسط بجلب اقتراح أخف أو أقل وطأة لكي يرضي هذين الحزبين لا نعرف حقيقة فيما إذا ستطور الأمور باتجاه أزمة تلافية وتصويت معارض للقانون من قبل هذين الحزبين ولكن دكتور غطاس وعندها طبيعي بطبيعة الحال ستكون انتخابات قريبة جدا أو أنه سيجد حل وسط بالنسبة للقوانين الأخرى في منها قوانين تقيدكم في عملكم في الكنيسة قانون مثلا الذي يسمي حنين الزعبي يطرد عضو الكنيسة مباشرة من الكنيسة يرفع عنه الحصانة وكل ما إلى هناك هذه القوانين ما خطورتها وحتى فيما يتعلق أيضا بالعائلة من يقوم بعملية ما في داخل إسرائيل أو يعني كل هذه القوانين هل تخشون أن فعلا تقر وماذا سيعني وجودكم في الكنيسة إذا أقر مثلا مثل هذا القانون دعيني أوضح بداية أن يهودية الدولة وممارساتها القمعية تجاهنا منذ أول يوم لقيام إسرائيل بعد النكبة يعني موجودة ونحس على جلودنا يعني لم تنتظر إسرائيل سن هذا القانون لكي تمارس يهوديتها في كافة جوانب حياتنا في مصادرة الأراضي في تهجير السكان في منه من العودة إلى قراءهم في كافة في الفصل العنصري الموجود حتى داخل إسرائيل بين العرب واليهود ولكن الجديد أن قوننت هذه الطبيعة العنصرية للدولة يعني سيجر سلسلة قوانين أخرى كما ذكرتي يتحفز اليمين لجلبها إلى الكنيسة مثل قانون فصل نائب بناء على تصريحاته اللي يسمى قانون حنيزوبي هناك سلسلة قوانين كما يبدو يعني ستنهمر علينا كوابل المطر في الأسابيع القادمة وكلها أعتقد حتى لو كان لها فرص للنجاح هي تأتي في سياق الإعداد للانتخابات القادمة والتنافس على الصوت اليميني واليميني المتطرف خلال مرحلة ما قبل الانتخابات طبعا إذا سنت هذه القوانين هذا يعني تدمير لما بقي من هامش الديمقراطية في إسرائيل وعندها نحن مطالبون كنواب أو كأحزاب يعني شاركت في اللعبة السياسية في داخل إسرائيل اعتقادا منها أن بهذا تخدم مصالح شعبنا وتخدم وتدافع عن حقوقه إذا هذا الهامش قلص بدرجة حتى تمنعنا من حرية التمثيل السياسي ومن حرية التعبير عن مصالح شعبنا فعندها لا مجال آخر لدينا سوى مقاطعة هذه اللعبة إذا اكتشفنا أنه لا توجد لعبة أصلا سياسية وهذا ما أنذرنا أساسا دكتور باسر فعندها لن نشارك لن نقبل أن نكون ورقة التوت لستر عورة ديمقراطية غير موجودة أصلا دكتور باسر أساسا القانون الجديد للانتخابات يحد كثيرا من عملكم بالنسبة لنسبة الحسم ستكون مرتفعة أكثر متضررين منها ستكون الأحزاب العربية أساسا وصولكم إلى الكنيسة في انتخابات مقبلة سيكون صعبا أليس كذلك؟ بالشكل الحالي للتنظيم السياسي العربي نعم يعني لا يوجد حزب واحد إذا خاض الانتخابات إلا إذا تحتهم يستطيع تجاوز نسبة الحسم التي ارتفعت إلا إذا صارت هناك يعني نحن نسميهاش اتحاد نسميه خوض مشترك للانتخابات في قائمة واحدة وهناك اتصالات بين الثلاث أحزاب الرئيسية الموجودة على الساحة وإذا قررنا خوض الانتخابات يعني لو بقيت الظروف السياسية كما هي علي الآن سنخوض الانتخابات في قائمة مشتركة أنا أتمنى وأعتقد بإمكانية أن نخوض ثلاثة أحزاب سوية منتاز الانتخابات القادمة وعندها سوف يكبر التمثيل العربي لأننا نعتقد أن الوحدة بحد ذاتها سوف تحفز الناخب العربي لا الذهاب للصناديق وللمشاركة أكثر حيث أن العرب تاريخيا على الأقل من خمسة عشر عاما يصوتون بنسبة لا تتجاوز الثلاثة وخمسين أو الآربة وخمسين في المئة بينما اليهود يصوتون بنسبة تتجاوز السبعين في المئة وهذا يعني يخسرنا من ثلاثة إلى أربع مقاعد في البرلمان نأمل أنه من خلال الوحدة والتحدي هذه الهجمة العنصرية بالعكس نزيد التمثيل العربي من 11 مقعد اليوم إلى نحو خمسة عشر مقعدا في الانتخابات القادمة إذا اتحدنا وأنا متفائل من إمكانيات الوحدة ونحن أيضا نتمنى أن يكون هناك تفاؤل أكبر لأنه ربما سينقلب السحر على الساحر يعني ما وضعته إسرائيل لعرقلت وجودكم في الكنيسة سيصبح عامل وحدة وهذا المطلوب في الساحة الفلسطينية أشكرك دكتور باسل غطاس عدو الكنيسة عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي كنت معنا من الناصرة شكرا لك على دمامك لخلف الجدار لهذه الليلة شكرا لك إذا نصل إلى آخر فقرة من خلف الجدار العنصرية الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين كما سبق وذكرنا تتكرس من خلال الممارسات اليومية ومن أصغر التفاصيل إلى أكثرها ضخامة وفي المجالات كافة السياسية الأكاديمية الثقافية والآن يتحفن مغني إسرائيلي اسمه عمير بنيون يعبر عن شريحة واسعة ربما من المجتمع الإسرائيلي الذي يتعطى مع الفلسطينيين في أراضي 48 كمواطنين من الدرجة الثانية هو يطلق أغنية للتحريض على الفلسطينيين تحت عنوان أحمد يحب إسرائيل سنستمع إلى مقطع من هذه الأغنية طبعا هذه الأغنية بالعبرية وسنترجم بعض من مقاطعها ولكن بالمناسبة هذه الأغنية أثرت ضجة واسعة في إسرائيل بين مؤيد ومعارض لها نستطيع أن نشاهد الآن الفيديو مع الزملاء لهذا المغني الإسرائيلي سنستمع إلى أكفوية تبا سنترجم بعض ما يقوله هذا الفنان عمير بنايون يقول أحمد يحب إسرائيل السلام عليكم اسمي أحمد وأنا أسكن في القدس أنا أتعلم في الجامعة شيئا ما من إثنين من مثلي يتمتع بكل العوالم طبعا هذه ترجمة دقيقة ربما ليست شعرية اليوم يقول أنا معتدل ومبتسم غدا أطير إلى السماء أبعث إلى الجحيم يهوديا ما أو إثنين صحيح أنني مجرد خلقة ناكرة الجميل صحيح ولكنني لست مزنبا لم أتربع على الحب صحيح ستأتي اللحظة التي ستدير لي فيها الظهر وعندها سأغرز فيك البلطة المشحوذة طبعا هذه بعض من كلمات هذه الأغنية التي كما سبق وذكرنا تصير جدلا واسعا داخل إسرائيل ومن هذه الأغنية سننتقل إلى الأحداث المتسارعة في أراضي 48 من توسع في دائرات عنصرية قام مجموعة من النشطين الفلسطينيين المستقلين في أراضي 48 بابتكار دمغة توضع على صورهم على فيسبوك تحمل اسم مواطنون من درجة ثانية نشاهد الآن بعض من هذه الصور مكتوب بالعبرية كما نشاهد الآن مواطن من درجة ثانية هذه هي الترجمة هذه الصور ارتشرت بسرعة كبيرة على مواقع الفيسبوك منذ اللحظات الأولى لإطلاقها ولاقت أصداء واسعة في الإعلام بين صحف إسرائيلية كها أراتس وأخرى أيضا أجنبية كالإندبندنت البريطانية ودرش بيغل الألمانية إذن هذه هي صور الحملة نتعرف أكثر على هذه الحملة على أهدافها على الأصداء نتحدث الآن مع الناشطة حنين مجادلي عبر الهاتف حنين تحدثنا من الداخل من يافة تحديدا حنين من قام بهذه الفكرة لماذا؟ ما الهدف من ورائها؟ ما الذي تريدون أن تقولونه؟ أول شيء المثل خير لجميع ومثل خير لإليك كمان بالنسبة لهذه الحملة كانت يعني حملة وليدك تعالي نقول الوضع الشوي يعني ساخر كانت كانت بالأساس السنة الجمالية وهيثم حداد ووعد عنطوس ثلاثة شباب فلسطينية من حيفا اللي كانوا كانوا قاعدين مع بعيد وسمعوا بهذا بهذا الخبر وضحفوا على الوضع أنه يعني هاي حقيقة اللي إحنا نعرفها من من جمال يعني واستثارت رسمية وهيث بلشت الفكرة عمليا طب حنين توقعتم أن تصير هذه الحملة ضجة على مواقع التواصل أنا كنت من الأوائل اللي شافوا هذا الختم على صور بالفاسبوك وهي تصير الفكرة عجبتني يعني كانت من ناحيتي شكرا جدا رائعة يعني بالفاسبتها وب وهيكي بخفة دمها نعم ونفكر أنه السنة هيثم ووعد الأشخاص اللي من وراء فكرة أبدا ما عتقدوش وما فكروش أنه ممكن تاخد هذا الصدق العالمي أو أو المحلي أو العالمي حسنا نفكر أنها مزحة أو نقطة بين الأصحاب طب حنين في إسرائي يعني الإسرائيليون ماذا قالوا عن هذه الحملة هل كان لديها أصداء معينة في الداخل الإسرائيلي أنا كنافقة فلسطينية مستقلة اللي في يعني لإلها عدد لا بأس بيني من المتابعين الإسرائيليين من الإسرائيلي واليمين الإسرائيلي من كل أطياق المجتمع الإسرائيلي كثير يعني ما كانوا ما كانوا يعني كانت لدينا بالفعل الإسرائيلي راح بها الفكتة وحب أنه يتبناها مع أنه سرعة أخدش أنه نعم يتبناها واليمين الإسرائيلي طبعا كل هذا يعني أنه مفروض تحكولنا شكرا مفروض تقوله شكرا بالسوريا كان بصير داعث وكل هاي الشعارات الليل نعم شكرا شكرا حنين مجادلي أناشطة المستقلة كنت معنا من نياف أشكرك يعلم دمومي كلنا على الهاتف في هذه الحلقة من خلف الجدار مع حنين وهذه الحملة نختم خلف الجدار لهذه الليلة أشكر لكم حسنا المتابعة نذكركم بمواقع خلف الجدار على مواقع التواصل الاجتماعي أو صفحات خلف الجدار على الفيسبوك خلف الجدار تكتب بلغتين العربية والأجنبية وأيضا على تويتر الجدار والإيميل الخاص بالبرنامج شكرا لمتابعتكم ورلقاء اشتركوا في القناة